عايز تحيره خيره المثل بيقول لنا كده طب ليه احنا بنحتار علشان عايزين نختار طب ليه احنا مش عارفين نختار مش عارفين نختار علشان هنعرف بعض الفصل انا شهير طلعت وحضراتكم بتشوفوا قناة يوميات طبيب نفسي اهلا وسهلا بحضراتكم اعتقد ان كلنا تعرضنا للموقف ده بنتخيل كده او اتخيل ان انا داخل سوبر ماركت او هايبر ماركت كبير وعايز اشتري حاجة يعني لبس اكل اي حاجة يعني خلينا علشان نبقى ماشيين مع البحث اللي احنا هنشوفه بعد شوية هنختار مثلا برتمان مربا بروح على القسم اللي فيه المربا او اي المكان فبدخل كده ببص عايز اشتري حاجة بدل ما انا بلاقي نوع واحد او نوعين بلاقي عشرات الانواع افضل ابص على كل النوع منهم ده ايه وده ايه ده كويس ده وحش ده ماركة ده مش ماركة ده سعر ده مسعر وافضل محتار وافضل رايح جاي على الرف ببص على كل منتج وابص على كل برتمان منهم وفيه احتمال كبير جدا ان انا اطلع واسيب السوبر ماركت او الهاربر ماركت واطلع واسيبه من غير ما انا اشتري الحاجة اللي انا كنت عايز اشتريها ليه بيحصل كده علماء النفس الاجتماعي لانهم مهتمين بالظواهر الاجتماعية المختلفة وزا ما انا قلت انهم مهتمين انهم يزودوا الحاجات اللي بتساعد على السعادة بتاعتنا ويقللوا الحاجات اللي بتنغص علينا عيشتنا فكروا ليه اللي بيحصل ده وليه احنا بنبقى محترين واحنا بنختار فقسموا الناس لنوعين بالنسبة للقرارات اللي هما بياخدوها في حياتهم هنحاول ننسى دلوقتي القرارات بتاعت السوبر ماركت والهايبر ماركت ونطلع ليه الحياة بتاعي فقالوا ان في نوعين من الناس النوع الاولاني اللي هما الماكسيمايزرز او المعظمين والنوع التاني اللي هما الساتيس فايسرز اللي هما الناس اللي بتبحث عن الرضا في القرارات بتاعتها الماكسيمايزرز دولها اللي هي الناس اللي بتحاول انها تعظم الاستفادة من القرار اللي هي بتاخدو بتحاول انها تعظم الاستفادة من الحاجة اللي هي بتشتريها عايز احسن حاجة وافضل شيء واكبر قدر من المكاسب واقل قدر من الخسائر على الناحية التانية الناس الساتسفايسرز الناس الساتسفايسرز في العادة او الراضيين بيدخلوا السوبر ماركت او بيغضوا القرار في حياتهم بناء على معيار او معيارين هما بيحددوا في الاختيار بتاعهم يعني لو رجعنا تاني لمسأل بتاع الهايبر ماركت او السوبر ماركت داخل انا عايز اشتري مثلا حاجة معينة سعرها كذا اعلى من كده لأنا خلاص انا هتجاهل كل الاختيارات وكل الابشنز اللي اعلى من السعر ده او السكر بتاعها كذا او درجة الملوحة بتاعتها كذا ايا ما كان المواصفات الحاجة اللي حضرتك هتشتريها اتعملت ابحاثة على القصة دي وكان اشهر بحسي في المجال ده وفيها بحاس كتير جدا بس البحس اللي معنا النهاردة عملوا فريق بقيادة الدكتور شوارتس او شوارتس في امريكا سنة الفين واثنين هحط لحضراتكم الرابط بتاع البحس ده في الصندوق الوصفي من تحت البحس ده كان ببساطة جدا انه هو جاب مجموعة من الناس اا اا اعرض على المجموعة لقسمهم مجموعتين كالعادة في الابحاث اللي زي كده قسمهم مجموعتين المجموعة الاولى اعطاهم ستة انواع من المربا اللهم دوقوا كل نوع واختروا نوع تشتروه وانتوا ماشيين المجموعة التانية بدلا ما يديهم ستة اعطاهم اربعة وعشرين نوع من انواع المربا اللهم دوقوا كل نوع واختروا نوع تشتروه وانتوا ماشيين النتيجة كانت بدون الدخول في الاحصائيات ان المجموعة الاولى اللي دائت اع او كان قدامها اختيارات اقل قدرت انها تشتري نوع منهم وادرت انها تطلع راضية او مبسوطة بالقرار بتاعها وهي ماشي المجموعة التانية نسبة كبيرة منهم قرروا انهم ما يشتروش اي نوع من انواع المربا دي او البرطمنات دي واتطلعوا وهما مش راضين البحث ده اللي انا ححطه لحضراتكم بحث ثاري جدا وفي قياسات وعوامل كتير جدا هم اسوها في البحث ده من ضمنها ان في علاقة عكسية ما بين الناس اللي بتعظم اللي عايزة تاخد اكبر قدر من المكاسب واقل قدر من الخسائر في علاقة بينهم وبين السعادة كل ما انا عايز اعظم الاستفادة بتاعتي واعظم المكسب بتاعي وببقى محتار اخطار ازاي او ااخد انهي قرار الناس دي بتبقى اقل في السعادة اقل في التفاؤل اقل في ثقتهم بذاتهم اقل في شعورهم بالرضى تجاه الحاجات اللي هم اختروها يعني في العادة الناس دي بعد ما هم بيبقوا واقعين تحت ضغط نفسي شديد علشان يختاروا حاجة معينة او ياخدوا قرار معين في حياتهم في العادة بعد ما بياخدوا القرار ده الناس المكسيمايزر سدولا او المعظمين دولا بعد ما بياخدوا القرار بتاعهم بيطلعوا برا او بيشتروا الحاجة بتاعتهم بيطلعوا برا وبيقولوا يا ريتنا كنا اشترينا الموضوع اشترينا الحاجة الفلانية او اخدنا القرار التاني في البحث كمان اكتشف العلماء ان الناس المكسيمايزر سدولا اللي عايزين يعظموا الاستفادة بتاعتهم بيبقوا عرضة اكتر للاكتئاب لانهم مش بيبقوا مبسوطين او راضيين عن مجمل الحياة بتاعتهم او القرار اللي هم اخدوا في الموقف ده او حتى في القرارات البسيطة زي شراء حاجة بسيطة من السوبر ماركت او الهايبر ماركت الناس المكسيمايزر سدولا او المعظمين لما بيجوا عملوا مثلا رأيك ايه في المنتج ده في العادة بيبخصوا حقه يعني دايما بيقولوا ان القرار اللي انا اخدته لشراء الموضوع الفلاني مكانش سليم والمنتج بتاعكم مكانش كويس الناس المكسيمايزر سدولا بيدخلوا في مقارنات مجتمعية ومقارنات بينهم وبين بعض بشكل رهيب بيؤثر على سلامتهم النفسية فبيدخلوا بقى في نوع من انواع الندم او نوع من انواع اللوم انا ما كنتش عايز اشتري الحاجة الفلانية انا ما كنتش عايز اعمل الموضوع العلاني انا كنت عايز كذا بيبقى فيه نوع من انواع اللوم والاا وعدم الرضا عن النفس بلا ادنى شك كلنا عايزين نطلع كاسبانين وبلا ادنى شك احنا كلنا انا عايزين نطلع باقل قدر من الخسائر وانا اولكم طبعا يعني محدش عايز ادخل حاجة ويحس انه بالبلد كده اتضحك عليه او اتخم في الموضوع ده لكن في نفس الوقت لما الواحد بيبقى قدامه اوبشنز كتير جدا وقدامه اختيارات كتير جدا وهو مش عارف انه يختار ده بيشكل عبق نفسي عليه بيشكل ضغط على يعني الموارد اللي عنده في مخه علشان يختار اختار ده ولا اختار ده ولا اختار ده ده مميزات وكذا واعيوب وكذا ده دا دايلما كبيرة جدا بتدور في ذهن الشخص اللي بيختار في حين انه انا لو انا محدد كريتيريا معينة او معيار معين للاختيار هاختار احلى حاجة انسب شيء اه ارخص شيء ايا ما كان انا بحدد الكريتيريا بتاعتها وبدخل بلاقي اول حاجة بلاقيها في وشي مناسبة للمعيار اللي انا اختارته ساعتها اه والتزم بيه ساعتها انا ببقى راضي في حياتي وساعتها بخفف عبق من علي بشيل ضغط كبير بيبقى موجود آآ علي في مرحلة الاختيار البحث جايز يكون بيستخدم الفاظ يعني شديدة زي اكتئاب وندم ويلوم وعتاب وعدم الرضا لكن الابحاث دي بتبقى آآ جاية في سياق الابحاث اللي بتزود السعادة بتاعتنا يعني فيه فارع جوة السوشال سايكولوجي ازاي نزود السعادة بتاعتنا من ضمنها الابحاث بتاعت انا بختار ازاي ايا مكان القرارات اللي فيه حياتي بختار لبس بختار وظيفة بختار عربية بختار ايا مكان آآ هاتمنى ان اكون عرفت اوصلكم البحس ده وطبعا البحس كبير جدا وفي معايير كتير جدا آآ اعمالها دكتور شفارتز في البحس بتاعه اتمنى ان انا اكون عرفت اوصلكم ملخص البحس ده آآ شكر لحضراتكم. وسلامتكم الف سلامة. سلامة.